موسيقى منظمة الاغذية والزراعة تؤكد ان مصر تدير قطاع الحبوب بكفاءة للحفاظ على الامن الغذائي مع استئناف الانشطة الاقتصادية في اليابان اليابان ترفع تقيمها للاقتصاد للمرة الاولى منذ 2018 ميركل تعلن موافقة الاتحاد الاوروبي على تمديد العخوبات على موسكو الاقتصاد الروسي ينكمش بنحو 11% في مايو مرحبا بحضراتكم موعد نشاط الاقتصادية المفصلة تأتيكم على شاشة النيل اصدرت منظمة الاغذية والزراعة تابعة للمتحدة فتقريرا بالاشتراك مع البنك الاوروبي للانشاء والتعمير يشير الى كفاءة مصر في ادارة قطاع الحبوب للحفاظ على الامن الغذائي بدءا من عملات الفحص الصحي للنباتات ومراقبة الجودة حتى النقل والتخزين والاستهلاك واكد وزير الزراعة السيد القصير ان الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت عددا من الاجراءات والترتيبات من شأنها رفع منظومة ادارة الحبوب بداية من تحسين الاشراف على صحة النبات وجودة الاصناف اكدت وزير التعاون الدولي راني المشروعات على اهمية مشروعات قطاع الزراعة في المساهمة في تحقيق اداف التنمية المستدامة والتي تشمل قضاء على الفقر والقضاء على الجوع بالاضافة الى الصحة الجيدة والرفاهية والعمل اللائق ونمو الاقتصاد جاء ذلك خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرس لوزير التعاون مع وزير الزراعة السيد القصير لبحث المشروعات الجارية والمستقبلية في قطاع الزراعة وتوفير الامن الغذائي من جانبه قال وزير الزراعة ان هناك مشروعات مستقبلية في مجالات الزراعة والامن الغذائي والدواجن ومراكز تجميع الالبان بالاضافة الى التحول الرقمي وميكانة الخدمات الزراعية اكد وزير المالية محمد معيط ان موازنات البرامج والاداء تعد ترجمة حقيقية لبرنامج الحكومة وتستهدف توحيد الانشطة المتشابهة والسرعة ودقة الانجاز وتحسين الاداء الحكومي وخلال استعراض معيط لتقرير حول جهود التطبيق موازنة البرامج والاداء اشار الى انها تعتمد على استمارة موحدة تحدد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المكررة خانونا كما تعمل موازنات البرامج والاداء على ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد وتضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على ارض الواقع بما يصم في تحقيق الاهداف المرجوة التي ترتكز على ربط صرف الاعتمادات المالية بمرامج محددة وفق مؤشرات اداء ضقيقة في سلطنة عمان اعلن رئيس وحدة شركة بي بي يوسف ابن محمد العجيلي ان انتاج الغاز في حقل خزان المعروف باسم غزير سيضيف نحو 500 مليون قدم مكعبة بنهاية العام الجاري واضاف رئيس الوحدة ان انتاج الغاز من مشروع خزان للغاز يصل حاليا الى مليار قدم مكعب وسيرتفع الى 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا في حين تقوم الشركة بانتاج حوالي 35 الف برميل من المكثفات يوميا واشار رئيس وحدة شركة بي بي الى ان الاستثمارات في المشروع بلغت نحو 9.3 مليار دولار بنهاية الربع الاول وذلك من اصل تقديرات اجمالية الاستثمارات في منطقة المشروع تبلغ 16 مليار دولار في اسواق البترولي العالمية ارتفعت اسعار النفط لكنها ترجعت بشكل كبير عن مرتفعات بلغتها في وقت سابق من الجلسة وذلك على خلفية مخاوف من ان استمرار انتشار فيروس كورونا قد يقود التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة وقالت تسوية خام برينت بارتفاع 68 سنت البرميل عند 42.19 مليار من الدولار ذلك في حين جرت تسوية الخام الأمريكي بزيادة 91 سنت عند 39.75 من 100 دولار وصعاد الخام الأمريكي لنسبة 8.7% هذا الاسبوع في حين زادت برينت بنسبة 9% وانا انتقل الى المعادن النفيسة حيث ارتفعت اسعار الذهب اذا قمت زيادة في عدد حالات الاصابة فيروس كورونا المخاوفة من موجة ثانية للجائحة قد تجبر حكومات على فرض اجراءات عزل لعام جديد وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 من 10% ليصل الى 1749 من 100 دولار وبالنسبة الامعادن النفيسة الاخرى تراجع البلاديوم بنسبة 6 من 10% ليصل الى 1913.17 من 100 دولار للوقية وصعاد البلاتين بنسبة 1.2 من 10% مسجلا نحو 813.56 من 100 دولار للوقية في حين ارتفعت الفضة بنسبة 6 من 10% لتصل الى 17.62 من 100 من الدولار وكانت في طريقها لتسجيل ثاني مكسب اسبوعي رفعت المخاوف من موجة ثانية من حالات الاصابة فيروس كورونا طلب على اصول الملاذ الامن مما وضع الدولار الامريكي على مصاري تحقيق اكبر مكسب اسبوعي في شهر وزاد الدولار بنسبة 18 من 100% في التعاملات المسائية مقتربا من اعلى مستوياته منذ الثاني من يونيو وتراجع اليورو قليلا اذ هبط بنسبة 14 من 100% ليصل الى 1.12 من 100 من الدولار بعد بدء قمة الاتحاد الاوروبي ببحث التكتل لعلاج انقسامات بين الدول بشأن صندوق للتعافي بقيمة 750 مليار يورو اعلنت الحكومة اليابانية في تقرير الاقتصادي لشهر يونيو الجالي رفع تقييمها الاقتصاد للمرة الاولى منذ 2018 حيث توقف التظاهر الناجم عن تفشي كورونا وذلك مع استئناف الانشطة الاقتصادية وعلنت الحكومة ان الاقتصاد لا يزال في وضع خطير بسبب كورونا لكنه توقفت تقريبا عن التظاهر مشيرة الى تحسن الاستهلاك الخاص تماشيا مع اعادة فتح الانشطة الاقتصادية في جميع انحاء البلاد اقعت باكستان ثلاثة فقيات بقرد بقيمة 1.5 مليار دولار امريكي مع البنك الدولي وبنك التنمية الاسيوي والبنك الاسيوي للتطمار في البنية التحتية وذلك لتعزيز مكافحة جائحة فيروس كورونا الى جانب تعزيز انظمة الصحة والتعليم في البلاد هذا وسيتم دفع الواحد ونصف مليار دولار امريكي لباكستان بعد بضعة ايام قليلة ابقى تكارت مودز للتصنيفات الاقتمانية على التصنيف الاقتماني للولايات المتحدة عند ترابل ايه وارجعت مودز ذلك الى قوة اقتصادية تثنائية كما ابقى تكارت مودز للتصنيفات الاقتمانية على نظرتها المستقبلية للبلاد عند مستقرة قال رئيس مجلس الاحتياطير التحدي جيرون باول ان تعافي الاقتصاد الامريكي من جائحة فيروس كورونا ستكون صعبة وانه لن يكون هناك اصلاح سريع كان باول قد شدد امام الكونجرس خلال الاسبوع الماضي على ان الولايات المتحدة تواجه طريقا طويلا للتعافي بشكل عام وذلك على الرغم من بانات اقتصادية مشجعة في الاونة الاخيرة بشأن زيادة الوظائف والانفاق الاستهلاكي وافق الاتحاد الاوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الصراع في اوكرانيا لمدة ستة اشهر اخرى واعلنت المستشارة الالمانية انجلا ميركل ان العقوبات التي تستهدف قطاعات الاقتصاد الروسي ومن بينها قطاع النفط كان من المقرر لها ان تنتهي الشهر الجاري كانت العقوبات الاوروبية قد فرضت للمرة الاولى على موسكو عقب اندلاع النزاع شرقي اوكرانيا واسقاط الطائرة الماليزية في عام 2014 ويتم تجديدها كل ستة اشهر منذ ذلك الحين اظهرت بيانات ان الاقتصاد الروسي كما شاء بنسبة 10.9% في مايو على اساس سنوي وذلك بعد هبوط اكتر حدة بلغت نسبته نحو 12% في ابريل عندما ساد الاغلاق البلاد لمكافحة فيروس كورونا وقالت وزارة الاقتصاد ان واتيرة التراجع تباطأت في قطاعي الصناعات التحولية والتجزئة وقالت ايضا ان التعافي الاقتصادي تأثر نتيجة اتفاق عالمي للحد من انتاج النفط بدءا من اول مايو وقالت الوزارة ان ناتج المحلي الاجمالي كما شاء بنسبة 3.7% في الاشهر الخمسة الاولى من 2020 على اساس سنوي وصلنا الى اختام نشاطنا الاقتصادية المفصلة بقيت تذكرة بابرز ما جاء فيها منظمة الاغذية والزراعة تؤكد ان مصر تدير قطاع الحبوب بكفاءة للحفاظ على الامن الغذائي مع استقناف الانشطة الاقتصادية اليابان ترفع تقيمها للاقتصاد للمرة الاولى منذ 2018 ميركل تعلن موافقة الاتحاد الاوروبي على تمديد العقوبات على موسكو الاقتصاد الروسي ينكمش بنحو 11% في مايو انتهت نشاطنا دمتم في امان الله